بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وشرعكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير إن شاء الله تلقيكم هذا الفيديو كامل المهنيين اليوم عملت إن شاء الله نخسل للفريجيدر الكونجيلاتور ، لقد أقول اليوم نهارو كل يوم نقول اليوم نغسله وغطوة نغسله واليوم نغسله اليوم جاء نهارو حبيت نشارككم إن شاء الله طريقي في التنظيف scheduled دائماً نبدأ بالصالون أنا عندي صالون أولادي يقعدوا فيه ويتفرجوا كله القاتو وفتوه لي كامل ما خلّولي فيه والو جيت يوبليجي باش نجبيد الأسبيغاتور كامل نصبيره النقيه هكذا باش نقعدوا على النظافة كما كنت شوفوا خياتي نقيد كامل فوتاي التاعي هكو تعارفوا حالة المرأة الماكيتة في البيت دائماً دائماً الشغل وتعاود لروتين تحتو جور في الشغل وتخسلي وتخدمي وتنظفي ويجو يعودوا الحمد لله هذه هي سنة الحياة ومشاء الله ربي يصروا ليداتنا ووليداتكم هذا كما كان المهم خياتي كما كنت قلت لكم اليوم عاولت إن شاء الله نقل كونجيلاتور تاعي يمات التنظيف هذو هما ما بقاش بزاف إن شاء الله الرمضان اللهم بلغ رمضان باش نصيبوا سوال إحنا نقين نصوموا على النقا إن شاء الله ونفرحوا به إن شاء الله هذا كما كانوا كامل مالينة يديرو نديروه إحنا ثاني أنا فتحت هاد الكونجيلاتور أني جبت نجبدو فيه كامل نفرغوش فيه ونجبدو كامل هذو كليباك أنا كونجيلاتور تاعي تاع القجورة هذا الكونجيلاتور من صاحبه اللي رايحب تشري كونجيلاتور تشري كونجيلاتور هذو تاع القجورة مكلا تروح لهذوك هذوك اللي جايين كيمة تاع اللي يبيعوا فيهم بره بسكو هذوك ماشي ملاح هكذا قلت لكم مخصلتهم كامل نقيتهم أنا هنا اديت هذو اللي باك اديتهم لصال دوبا باش نخصل آلاز أيا قلت نخصل فيهم شفت هذو العفسة محبش نفتح لي محبش نفتح لي ندير فيه الخبز هذو اللي باك ولا ندير فيه حاجة اللي تفتت هكذا يبان تخلي كامل فتت ما بين القجر وهذوك شوفوا هنا يا حاشاكم وشرة ورافد جبت له هذوك الموس ندخل ما بين الباك وهذوك البلاستيكة وهو ما نفتح يعني هذي فكرة مليحة قلت ان شاء الله انتقاسمها معاكم بلا كتفيتكم يعني هذوك الديمونطة هذوك اللي باك تقدروا اديمونطوه هنا يا نخصلت كامل كونجيلاتور باب الإيزيس واللافيت حكيتو بيان امسحتو بالماء وبعدا ما امسحتو قلت لكم راح تديت هذوك اللي باك لسال دوبا نقيتهم اخصلتهم وعاوت وليت الفرجيدار تاعي خليتهم يقدروا وعاوت وليت الفرجيدار تاعي بتعلموا دايما خياتي هنا يا نهدر معا العويد قد توعنا اللي راهم طالعين ان شاء الله تعلموا تنظموا شغلكم كي تنظموا شغلكم هاي تسهال عليكم تسهال عليكم الخدمة هكذا كيما انا كنت هنا يا راح تخصلتو امسحتو ومبعدا راح تخصلت اللي باك باش عاوت وليت للفرجيدار درت الخل في هذا الشيفون ميكرو فيبر درت فيه خل ومسحت كامل فرجيدار من داخل نقيته عاقمته كامل وعاوت نمسح له مسحة من برا هكذا اولا يلمع شوفوا ما شاء الله كان مضبب يكيد مسحه بالشيفون هكذا كولما يبقى مضبب ميكي ديليلو هذك الخل شوفوا يولي يلمع هاوليكم الهنية انا كملتو بلاسيت هذوك ليباك التوعي شوفوا ما شاء الله راهو جا نقي يشعل لشعيل انا اجبتلكم هذ الفكرة انا عندي هذ القارس انا القارس كينو عصروا ما نرميش بالقشور نحطهم كامل في صاشي ونخبيهم كين دير عسيلة ولا كين دير عسيلة نجبدهم ونرمي فيها ولا ندير قاطو ولا نسحق ذاك الزست نلقى نروحوا الهنية للوصفة التعليل اليوم درت ليقوفر الولادي باش يشربوا بهم القهوة كان هنا عندي 4 مغارف كبار فارينا عندي كاس حليب عندي زوج حبة بيض عندي مغرف كبيرة سكر لاظاني باكي خمار وعندي زست تاع اتشينا وعندي 5 مغارف كبار مارغارين ذايبة 5 مغارف كبار ذايبين مارغارين نحطوا كل شفيري سيبيون هذو كليز انجريديون كامل نحط البيض وزيت معاه السكر والعفاني هكذا نحركهم شوية ونزيد لهم الكاس تاع الحليب الحليب يكون دافي ونزيد نحط لهم هنية 4 مغارف فارينا عدلي كوفر جاوب بزا في بنان ونزيد لهم 4 مغارف فارينا كيما كنت قلت نخلطهم مع بعض ونزيد لهم الزست تاع تشينا الزستي كامل هذي كتشينا ونزيد لهم الخمارة نخلطهم شوية ونخليه يريح بعد العشرة دقائق نغطيه ونخليه يريح عشرة دقائق لطن اللي تسخلي لابغاي التاعي عفوا عفوا هنية كنت افانسيت للهدرة هنية نزيد معاه هذوك الخمس مغارف تاع مارغارين ذايبة نخلطهم شوية ونقريب كيما كيما لك خب برك مختلفين في الخمار انا هنا سخنة لابغاي التاعي نفرغ فيها هذك الخاليط بشوية نفرغ حتى نعمرها مليح يتغطوا كامل هذو كليكاغو هلا نغطيهم كامل نعمرها هكذا معليش كي تغلقوا هاي لسالة معليش ما فيها بس هكا نغطيهم ونغلقوا عليها ونخليهم يطيبوا يحمروا لي شوية من تحتها هي تحمر من الفوق ومن تحت ما يضيفوها كين دي زعبها غاي اللي ما يحمروش بزاف من الفوق شوفوا اللي هنا يا خرجوا لي بسفورية ميميل تحتها راهم طيبين نقلب انا نقلبهم نقلب هذو كلي حبات ونخليهم يكملوا اطياب بتاحهم اهم سخونين هنا يا حرقوني نقلبهم هكا ونخليهم يطيبوا هذيك القهوات على الصباح تعالحشية تصيبونا دايما خمو فيها وش نديروا معاها وش نحطوا معاها وش عندي وش ما عنديش يكون خطرة ان شاء الله هنا نصيبو حل ونشارك معاكم الحلول التوعي اللي نديرهم في داري مع ولادي وش نطيب لهم وش نحط لهم ان شاء الله نتقاسمهم معاكم ها منيكم نوجدوا اللي قفخ التوعي هنا يا حبيت نحط معاهم بانان ولا فخز كانت عندي حبة بانان وشوية فريزة قطحتهم مليح انقطع عليك البانان ونحطهم فوقها ونزيد فوقهم لصوص شوكولة لصوص شوكولة هذي انا كنت خدمتها هنا كانت عندي شوكولة ذقوبتها في بان ماغي وزيت معاها شوية كرام فخش وخدمت بيها هكذا هاكذا وديكوريت بيها كي تدولها لك خام فخش اوتوماتيك من رح تجمد معاكم شوية ثم ما بلكوا تقولوا فستتنا مينو زيدوا معاها شوية ما سخون تبقوا تخلطوا 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 منشي فوق النار هاكذاك حتى تضوب وتعود ترجع تولي الحالتها هاكذا كما كنت شوفوا فيها وتولي سائلة هنية تزيين يرجع كل الوحدة واش تحبي تديري فيهم تحبي تديرهم غب الشوكولة تحبي تديري معاهم ليف خويه تحبي تديريهم بالمعجون بالحسل كل وحدة واش تحبي تدير وحطيت فوقهم هذي كل الحبات على فخز وحطيت فوقهم هذو كل هذو أعواد غوفريت وانزاستي فوقهم شوية ندلهم شوية زاستي لغونش وراهم واش دين معايا ليغوف خد توعي ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم وتردوا لي الخبر فيهم ما تنسوا نشخياتي باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يحقكم كل جديد اتدعمونا اتدعموني باش انتم متفرحوني وان شاء الله نجيبكم لي روسات ونحطكم ان شاء الله لي روسات كامل اللي غيوسيت نجربهم وينجحوا لي ان شاء الله كامل راح نتقاسمهم معاكم واننبخلى عليكم بحتى حاجة شوية من عندي وشوية من عندكم هكذا اي فالا شوفوا كانت هذه هي الوصفة التعناتة عن هار اليوم انا حطيت معاها اقهيوة وحطيت معاها شوية فواكه هكذا ان شاء الله شاهدكم في الجنة وما تنسوناش بالدعاء ان شاء الله في هذه الايام المباركة ان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحة والعافية ان شاء الله نصوموا بخير وعلى خير ونكونوا مهنيين في احسن الاحوال وانا نقول لكم نصل للفيديو التاعي للنهاية السلام عليكم